بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية الزواج في المنم. اما تشوف الفتاة العزبانة بتتزوج او المرأة المتزوجة او حتى الرجل يشوف ان هو بيتزوج. هنعرف معناه بشكل سريع. اول حاجة ما يشوف الرأي ان هو بيتزوج من فتاة يهودية. الزواج من فتاة يهودية من الرموز اللي بتدل على التوبة. لو كان الرأي بيرتكب معاصي او بيرتكب ذنوب فبشره ليه بالتوبة. كمان الزواج من فتاة مسيحية او فتاة نصرانية. فشوية بتدل على ان الرأي هيكسب اموال ولكن الاموال دي شوية هتكون فيها شبهة اه حروم او شبهة اه هرمانية. اه كمان لما تشوف الرجل المتزوج. لما تشوف الفتاة ان هي بتتزوج من رجل اه متزوج. اللي زواج من رجل المتزوج في المنام بتدل على عقابات. بتدل على مشاكل ممكن اه تواجهها اه في حياتها بشكل عام. اه كمان لما تشوف ما يشوف الرأي ان هو بيتزوج اه من اه شخص متوفي او من شخص ميت. فدي من الرموز اللي اه بتدل على اه تحقيق امنية ويمكن الامنية دي كانت صعبة او اه شيء كان صعب هو هينولو الرأي. سواج كمان اه لما يشوف الرجل ان هو بيتزوج من اه امرأة جميلة او من فتاة اه جميلة. اه فدي بشارة لي اه باموال بشارة لي اه بقدوم ارزاق لي. كمان لو كان بيعاني من ازمة اه مالية او بيعاني من ديون فدي بشارة لي اه بسداد ديونه وانتهاء الازمة اه دي. اه كمان الرجل اللي مشوف ان هو بيتزوج اخته او امه او حتى من المحارم فدي بشارة لي بحج او اه بعمرة. اه كمان الزواج اه من حد من المحارم بتدل على سلة رحم لو كان في خصومة. اه فزوال اللي اللي خصومة دي. اه كمان ممكن تدل على منفعة هيحصل عليها ادرائي من الشخص اللي هو شاف ان هو تزوجه. ممكن تكون مراس ممكن تكون اموال هيحصل عليها اه منه. اه كمان الرجل المتزوج همشوف ان هو بيتزوج اه من امرأة ميتة. فده معناه انه هينول امر كان واستحيل انه ينوله. فان شاء الله هينوله. اه كمان الفتاة العزباء ما تشوف ان هي اه بتتزوج فدي بشارة ليها بالزواج القريب. اه كمان لما تشوف ان هي بتتزوج من شخص لكن هو مش اه اه ظاهر اه وجهه. اه فدي شوية ممكن اه ان شاء الله هتدرج تطبط ولكن ممكن تحصل بعض الخلافات البسيطة ما بينهم. اه كمان الفتاة العزباء ما تشوف ان هي بتتزوج من اه شخص متوفي. فزا زي ما قلنا نجاح ليها وكمان تحقيق امنية شوية صعبة او اه كانت مستحيل ان هي تحققها. لما تشوف ان هي بتتزوج من رجل اه متزوج فدي مشاكل وصهابات هي هتواجهها اه في حياتها. المرأة المطلقة والمرأة الارمالة لما تشوف ان هي ان هما بيتزوجوا اه في المنام. فدي اه لو كانت مطلقة فممكن تكون بشارة بين هي ممكن ترجع مرة تانية اه لزوجها. اه او اه لو الظروف صعبة ان هي ترجع مرة تانية لزوجها فممكن بشارة لها بالزواج من شخص اه تاني. اه كمان من الرمز اللي بتدل على اه سعادة واستقرار. المرأة الارمالة لما تشوف ان هي بتتزوج فدي برضو بشارة بالزواج اه مرة تانية. اه كمان اه حياة هادية حياة مستقرة كمان حل مشاكلها لو كان عندها مشاكل او اموم فان شاء الله اه هدو حل. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي اه بتتزوج. اه فدي بشارة اه برزب هتحصل عليه. اه بشارة كمان ممكن عمل يحصل عليه اه زوجها. اه ممكن صفر اه يحصل عليه زوجها وهيكون الصفر ده. اه السبب في منفعة يعني هتحصل لهم سواء منفعة بان زوجها ممكن يحصل على منصب من خلال الصفر ده او اه اموال. اه كمان من الرموز لما تشوف ان هي اه بتزف. اه فمن الرموز المباشرة لها بالزررية. لو كانت اه لسا بتسع لحمل او كانت متأخرة اه في حمل. اه لو شافت لو شاف الرأي ان هو بيحضر حفل اه زفاف وهو مبسوط اه بيها فدي اه تغيير في حياته هيكون التغيير ده اه للافضل. لو شاف ان هو بيحضر حفل زفاف ولكن هو مش مبسوط ومش فرحان اه فممكن تدل على اه صعوبة ممكن تدل كمان على احساسه اه بالوحدة. اه كمان لما تشوف المرأة او ان هي بت بتدور او بتبحث على اه فستان اه سفاف. اه فده للأسف بتدل على خوف اه مسلا من المستقبل او خوف من الارتباط او شوية اه مشاكل او خلافات ممكن اه تشوفها او تمر بيها. لو شافت ان حفلة سفافة لغة. اه فدي متاب وخلافات اه لو كانت هي متزوجة. فممكن تدل على خلافات زوجية. اه كمان فستان السفاف. لما تشوف الفتاة العزباء انها بترتدي فستان سفاف فتاة حقيق امنية. اه كمان من الرموزة المبشرة لها بالزواج. اه بقدوم اخبار سعيدة اخبار اه مفرحة. المرأة الحامل لما تشوف انها بترتدي فستان آآ سفاف فادا اقتراب معاة ولادتها. آآ كمان لو شاف الرجل الاعزب ان في امرأة جميلة بترتدي فستان سفاف لي. فده بشارة لي باقتراب آآ زواجه. آآ كمان من الرموزة اللي بتدل على رزق لي على عمل ممكن يحصل آآ عليه على اموال آآ كمان ممكن آآ يحصل عليها. آآ كمان الرجل او الشاب الاعزب لما يشوف ان هو بيتزوج آآ مرة آآ تانية فبشارة لي با اخبار مفرحة با اخبار آآ صارة. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على زواجه خصوصا لو شاف انه بيتزوج من فتاة آآ جميلة فبشارة لي بالزواج آآ عن قريب. كمان من الرموز اللي بتدل على حصوله على فرصة عمل او اموال. لو شاف ان هو يعني لو ما شافش العروسة في المنام او شافها ان هي قبيحة فدي مشاكل وهموم ومتاعب وصعب ممكن يقابلها في حياته بشكل عام. كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي بتتزوج مرة تانية وخصوصا لو شافت ان هي بتتزوج يعني من شاب وسيم فده بشغل الامة بالزواج لها الامة بيرجوحها مرة تانية لزوجها. ده كده باختصار رؤية الزواج بتمنى ان يكون الفيديو عاجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوه لي تحت. وانا ان شاء الله ارد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة